عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة موقف الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الرئيسية وكذلك موقف زراعة المحاصيل في إطار خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وحرص رئيس الوزراء خلال الاجتماع على الاطمئنان على الاحتياطي الاستراتيجي لسلع القمح والأرز والسكر التمويني والزيت التمويني والمكارونة واللحمة الحية حيث تم التأكيد على الاحتياطي الاستراتيجي من هذه الثلع الآمنة وفقاً لتوجهات الرئيس السيسي بهذا الشأن كما تابع مدبولي خلال الاجتماع جهود وزارة الزراعة في تحديث القطاع الزراعي وزيادة الرقعة الزراعية وتوفير المحاصيل المختلفة في إطار خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي